تعالوا بقى نتكلم شوية عن شوية امور كده اعتقد ان هي مهمة مبارح لو حضراتكم تبعتوني كنا منتكلم عن تفاصيل المرحلة اللي جاية ان شاء الله واللي اكيد هتبتدي بمارش اتحاد المنستير التنسي في الدور ال 32 من دوري ابطال افريقيا وطبعا ده الدور المؤهل لدوري ابطال افريقيا المؤهل لدوري المجموعات المرحلة القادمة بقى ان شاء الله واللي بإذن الرحمن ربنا يقدرنا كده ونوصلها وقلنا يعني حيكون فيه متابعة مستمرة لفرقتنا خلال المرحلة اللي جاية وبشكل دائم عشان دايما نطمن حضراتكم كل جماهير النادي الاهلي اولا باول على كافة المستجدات النهاردة بقى عايزين ندرد الشوية في الاول كده عن فكرة العودة يعني عودة ايه او عودة مين ايه المقصود بكلمة العودة المقصود بيها هي مبدأ العودة في حد ذاته بعد اي خسارة خصوصا لما تكون الخسارة دي لبطولة محببة لجماهير النادي الاهلي في كل مكان وهي بطولة الدوري صحيح الاهلي كالعادة هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بعدد مرات كبير في الدوري ويفوز بالكاس والسوبر ودوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي لكن كالعادة برضه كل ده كوم وبطولة الدوري كوم تالي لان هي دايما بيكون ليها عند جماهير النادي الاهلي مكانة شديدة الخصوصية انا عايز افكر حضراتكم النهاردة بكم موسم كده كنا خسرنا فيهم قبل كده بطولة الدوري ورجعنا الموسم اللي بعديه اقوى بكتير من اللي كنا عليه وبالمناسبة دي طبيعة الامور دي طبيعة الاحوال ودي الحاجة المعتادة دايما في النادي الاهلي فاول التسعينات كان عندنا تيم قوي جدا كان تقريبا مسيطر بشكل كبير على البطولة في حقبة التمانينات والتسعينات لكن كان معظم اللعيبة كانوا كبروا بقى مع اوائل التسعينات كانوا اللعيبة بتدوا يكبروا في السن وقتها قرر مجل استدارة النادي برئاسة الراحل العظيم صالح سليم انه يعمل عملية احلال وتجديد بعد خسارة الدوري تلت مرات لصالح الزمالك والاسماعيلي وجاب المدرب الانجليزي هارس وعمل وقتها مركاته في حدود المتاح وسيطر سيطرة شبهة تامة على بطولة الدوري لمدة قد ايه بقى يا حضرات بعد الخسارة دي لمدة سبع سنوات متواصلة كان النادي الاهلي بينافس فيها في الدوري وكان بيحسن فيها الامور في الدوري قبل نهايته يمكن باسبوع وفي بعض الاحيان باكتر من اسبوع ادي واحدة التانية في اول الالفية نفس الامر اتكرر خسرنا مسابعة الدوري برضو لصالح المنافسين الاهلي والزمالك عفوا والاسماعيلي رغم اننا كنا في الفترة دي كسبنا افريقيا وكسبنا بطولة الكاس مرتين لكن خسارة الدوري كان لها اثر سلبي كبير عند جماهير النادي الاهلي يعني زي ما بقول لكم من شوية الاهلي ده يعني دايما جماهير النادي الاهلي عندها كل البطولات كوم وبطولة الدوري كوم تاني بعدها قرر مجلس ادارة النادي برئاسة الكابتن حسن حمدي انه يعمل انتفاضة حمراء قوية جدا اعاد من خلالها الساحر مانويل جوزيه وعمل مركاتو مميز ضم نجوم كرة القدم المصرية افتكر كان وقتها من ضمنهم بركاتو النحاس والشاطر وتريكا وفلافيو مجموعة لعبين يعني مميزين جدا وسيطر النادي الاهلي من خلالهم بعدها على كل شيء في افريقيا شرقا وغربا كسب الدوري من 2004 لغاية 2015 وكسب بطولة افريقيا خمس مرات ده غير المشاركات في كأس العالم يعني الاندية اكتر من مرة عايز افكركم كمان بعد خسارة الدوري في موسم 2014-2015 يعني نجحنا اننا نكسب البطولة دي خمس مرات متتالية بعدها كان منهم مرتين في عهد المهندس محمود طاهر ومجلسه وثلاث مرات في عهد الكابتن محمود الخطيب ومجلسه وحتى في الفترة الاخيرة خسارة البطولة مرتين يعني الاهلي في المقابل كسب افريقيا مرتين والسوبر يعني نفس الامر اتكرر في المشاركات المونديالية الحقيقة احنا يعني ليه بنقول لحضراتكم من الكلام ده وليه بتكلم معاكم فيه بالتفصيل ده على فكرة دي كمان مش كل التفاصيل احنا بس بنقول لكم كده ما تيسر لان وسط الانجازات دي كلها كان فيه جهد كبير جدا مبزول من الجميع الحقيقة عشان يعني يظل نسر القلعة الحمراء محلقا في سماء الكرة المصرية مش عايزين حضراتكم تقلقوا يعني القلق في حد ذاته مطلوب احيانا امر صحي وطبيعي لكن ان انت تخاف من فكرة ان فريقك يتعرض انهيار ده شيء مش وارد ده شيء اقرب ما يكون للمستحيل يا حضرات لانه يعني هو مستحيل مش وارد من يحصل في النادي الاهلي اه كبوات اه تعثر بيحصل لكل الناس مفيش فريق في الدنيا وانتي حاجة قلناها قبل كده بدل المرة مليون مفيش فريق في الدنيا من اول ما اخترعوا كرة القدم فضل مسيطر ومهيمن على مجريات الامور مدى الحياة لازم يعني لازما وحتما ولابد يبقى فيه مرحلة ما يمر بيها الفريق او حتى المنتخب بمرحلة التعثر او بكبوة لكن الرك بقى مش على التعثر الرك على اللي يقوم يوقف بسرعة على رجليه ويصلح الامور ويعود مرة تانية الى التراك المعتاد منه فدي نقطة كان مهم جدا ان احنا نتكلم مع حضرتكم فيها على فكرة كمان يعني ده الوقت اللي لازم كل جماهير النادي الاهلي يتوحدوا على قلب رجل واحد وكلمة حق لازم تتقال ودي برضو تفصيلة كده طول عمرها بتميز جماهير النادي الاهلي المنطقيين الناس المنطقية الناس العقلانية الناس اللي بتلاقيها دايما موجودين في المرة قبل الحلوة بكتير هو اي نعم المرة في تاريخ النادي الاهلي مش بنفس كم الحاجات الحلوة اللي مرنا بيها لكن دي طبيعة جمهور النادي الاهلي موجودين دايما وقت الشدة ووقت الازمات كتفهم في كتف اللعيبة وكتفهم في كتف الجهاز الفني والاداري الحقيقة حاجة عظيمة جدا طالما ميزت جماهير النادي الاهلي خلينا بقى نبتدي على بركة الله ونقول ان شاء الله اللي جاي كويس احنا قربنا جدا من قرعة الدوري وقعدنا اكيد تحديات كبيرة في المرحلة اللي جاي سواء على صعيد المسابقة المحلية وكمان التحديات الافريقية اللي قدامنا واثقين كل الثقة في مجلس ادارتنا وفي التدعيمات كمان اللي حصلت في الفترة الاخيرة واللي تم الاعلان عنها نتمنى طبعا لكل اللعيبة الجدد بصفة خاصة كل التوفيق